طيب السائل بقول ما الحكم في التوبة التي تتكرر مرتين او ثلاثة هل تقبل التوبة يا اخوانا تقبل متى ما كانت صحيحة اي توبة صحيحة مقبولة مرتين تلاتة ستين مرة مش توبة صحيحة مقبولة انت توبة من الزم فتندم عليه مش تبقى انت عامل فيها توبت من الزم لما تتذكر الماضي لما تتكيف يا السلام تقول زمان ماذا يا السياخ زمان كانت الحياة حلوة نمشي بجاي نطق المريسة ونجي راجعين الواحد ما فاهم اي حاجة قولك زمان حل ذاته اذا انت ما ندمان على الفات دا مخلب التوبة ما تقول لين تبت انت ما تبت لسه لانه ما ندمت على الفات الا لما انت تتذكر الزمب وتندم على ذلك الزمب دا شرط اول من سروط التوبة ثانيا ان تقلع عن الذنب في الحال اما الانسان اللي بيسوف تقول لا توب من الحاجة اللي بيسوف انت دي قولك يا كده اصبر ياخ ما غنينا لا السلامة نغنى بعددك بنتوب جلطة الجاشة غال بالربة في السوب بيبيع بالربة واشتري بالربة كده تقول لا توب يقولك والله احنا نناوي التوبة لكن بس دا صلنا شهرين ثلاثة كده بعد ما نعمل لنا جروش بنتوب بعد داك دا كده دي ما توبة لانه دا فيه تسويف والتسويف اه الزمب في حد ذاته كويس العلماء قالوا وشرط ثالث للتوبة الل ان يعقد النية اللي لا يعود الى الذنب يعني بعد ما تقول لنا تاني ما بعمله ما تقول لكن والله قال لي قلت له جو بارد كده وظريف السيارة دي بشربة جو كده ظريف بشربة لكن اسا في الحردة ما دايرة توبت منها دي ما توبة لانه ات بينياتينك بترجع يوم من الايام اول ما يزبط الجو بترجع لها تاني فده دي ما بتعتبر توبة لانه معانية العودة للذنب مرة اخرى وشرط رابع اذا كان بيتعلق بحقوق الاخرين حق بتعزول انت شاء القروش بتعزول تيترفع يدك تقول اللهم انه توبت اليك توبت اليك دي لي الله دا موضوعك مع الله لكن ازول اللي عنده حق معك تديه حقه ما تقول توبت ساي قروش ازول في جيبك ادي قروش اول حاجة ادي قروش دا الحق البينك وبين المخلوق والحق الذي بينك الله بل استغفار والتوبة والانابة الى الله سبحانه وتعالى ربنا بيغفر الحق الذي له ويس لكن انت تدي حق المخلوق فالتكرار بتاع التوبة مثلا انت عملت زنب الليلك وتوبت منه توبة زي ما القنابة شروطة دي توبة صحيحة بعد داك الشيطان غشاك بعد زمن ولا نفسك الامارة بالسوء غشتك تاني رجعت له اذا رجعت وتوبتك زمان صحيحة العلماء قالوا يكتب لك الذنب الجديد اما القديم ما بيكتب لكن لو انت من زمان ناوي قلت بس خليجي الخريف مع الجوة السمح داك بمرك في الخالة هناك بشرب ليه سيارة ظريفة انت حاقد دا النية كويس وعملت فاتوبت ستقلت انا الان توبة منه الزنب دا الان توبة منه اول ما شربت تكتب لك السيارة القديمة والجديدة كله مكتوب لانه التزمان ماته ابتأ توبة صحيحة يكتب القديم ويكتب الجديد كله مكتوب اما لو كانت التوبة صحيحة دي جافع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا فقال الله علم عبدي ان له رب يغفر الذنب قد غفرت له وفي المرة التالتة عمل وهكذا حتى قال فليعمل عبدي ما شاء مادام يستغفرني فاغفره لك كمان انت ماته مش تفهم غلط تقول مادام الشغلة دي مفتوحة انا اعمل وتوب واعمل وتوب واعمل وتوب لا الحديث ما معناه كده لانه انت ما بتضمن اتت حتموت بتين حتموت وكت تعمل ولا وكت تتوب ممكن تموتوا على الزنب ودي تبقى لك مشكلة عشان كده رب الله سبحانه وتعالى امر العباد المسارع بالتوبة قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضوا السماوات والارض وعدة المتقين ما تقول خلاص مادام مصر الشغلة دي مفتوحة نذنب انتوب شغلة مفتوحة وربك كريم وكمان الصوفي بزيد الله جريمة تانية انت ممكن الشيطان يلعب عليك كنت ذو صاحب عقيدة صحيحة الشيطان يلعب عليك ويقول لك اذنب توب وفي النهاية ربك كريم لكن الصوفي بزيد الله بقول لك ابو فاطمة قاعد ودي طبعا جريمة دي جريمة دي ما زيل قبل دي قول لك ابو فاطمة قاعد نحنا نشرب ساي مريسا نطقا ما في مشكلة في امتى شيخنا بتاع الطريقة بعدين يوم القيامة قاعد دبحل لنا اي مشكلة نزنب نشرك بالله نعمل اي حاجة بس يقول لك الشيخ بتاعنا قاعد دي جريمة في حد ذاته كبيرة من الكبير لانه ما في ظل بيخلصك امام الله لا شيخ الطريقة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما بخلصك قال اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ما بخلصك يوم القيامة انت لو ادركت ذنب من الذنوب الا ان يتوب الله عليك ربنا تاب عليك الحمد لله لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بحيلك من الذنب الا ان يشفع والذنب لو شرك شفاع ذاته مف لكن لو ذنب دون الشرك ممكن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون يشفعون الملائكة تشفع ممكن لكن شرك تقول تقول انت اوه ابو فاطن اوه تلحقنا خلاص بعد دا ابو فاطن ما عنده معك شغلة تاني مين ما قلت يا ابو فاطن اوه تلحقنا يبكس كدتا من هنا تاني ابو فاطن ما عنده معك اي علاقة لانه جافي حديثة بغريرة قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهي نائلة باذن الله من مات لا يشرك بالله شيئا ظلم واحد شفاعة في ليو اما مشرك لابستك حجاب ومدلقا في همتى وصاف في محايا بتاع الشيخ وبتعتقد في الولي بينفعك وبدرك ابو فاطن ما فيها وعد تقول للشفاعة بعدين ما في شفاعة يسمك شفاعة ما في بعضين تاني طيب قال ما حكم العمل فيما في العمل في فيما يحتاج الى صفارة من مار هل يجوز وما حكم العمل في الحافلات كمساري وهل تلهي على الصلاة عمل كمساري ما فيه حاجة اشتغل سايك بس وقت الصلاة ده جنب صلوا ومشوا ما فيه مشكلة اشتغل كمساري رقوق بقوق سواك كويز جدا ابقى سواك بقيت بتاع نمرة ما فيه مشكلة كلها دي من المهن الحلال ما فيه حاجة مهن مباحة العمل بيه صفارة صفارة دي ما بيجوز ما دقوا تصفر في الشارع تما اندك موضوع شغال تيت تيت بتعمل ازعاج للناس وصفافير اكسب لك رزق بيه غير كده يعني كما صفرته ما بتبيع يعني هسه انا وانت مش انت بتاع هناك سايقدر داقك بتبيع كبكبه ومدمس وكده اقيف بالكبكبه بتاعك ده يمسوق مش بتبيع لا بتاع هناك أسل قاعد يبيعه ده إلا بصفافير الناس الفاتحين شاي وفاتحين محلات بتاعة اكل بيصفره ولا بيعه ساي انت شوف لك محلة كويسة بس اقيف فيها ماتك والتلف وصفافير وزعاج ما بيجوز الصفارة دي فيه انت كلامي انت بعد داك بيع بالشي الحلال والانسان اذا سعى بالحلال الله بيرزقه بالحلال ولو قعدت تتلف الدور بعشوها تقول لي لا لا والله ما في بيع إلا بيصفارة بيطريقتك اكل الحرام قال لقد اطلعت على كتاب من كتب الايم قال بان المالكية قالوا لا يحل اكل الجراد إلا اذا نوى زكاته وقد تقدم ان زكات مثله فعل الميتة مع النية فاذا وجدت جرادة ميتة لا يحله اكلها يا اخواننا الجراد من الحلال الجراد من الحلال وميتة الجراد حلال زي ميتة السبك اصلي في سمكة بيطبحوك انت لقاك زول بقى ضبحلي سمكة اه ما بيطبحوك لانه ميتة البحر حلال الاسمك دي حلال كويس؟ الجراد ميتة حلال النبي عليه الصلاة والسلام قال احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال الطحال بكسرطاء ده الطحال الواحد ده بسموه بدماء عندنا حلال الكبد حلال هو دم لكن حلال لانه لاحظ الحديثة بيتكلم عن ده العلماء قالوا هذا من السنة التي نسخت احكام في القرآن او كيدت مطلق في القرآن القرآن الميتة فيه حرام ولا ما حرام في القرآن حرمت عليكم الميتة الآية صورة المائدة حرمت عليكم الميتة الميتة في القرآن حرام كويس؟ والدم حرام في القرآن بنص الآية لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا السنة قيدت الحكم المطلق في القرآن فيبقى حلال علينا اكل الدم اللي هو شنو؟ الدم بتاع الكبد الكبد ما دم اكله حلال والطحال برضو حلال والسمك والجراد دي ميتة يا أصلا انت بتلقاه ميتة لانه السمك هو الماء مركته وجابها من الجبل هناك والحد بتلقاه ميتة انت ما بطبعه بيطبحه وك ولا بزكه فيمتة كلامي ده فدي ميتة حلال تأكله على كده اما ما قيل عن المالكية فانا ما عندي علم بإلم المالكية قالوا كده ولا ما قالوا لو قالوا ولا ما قالوا الحديث واضح قال اذا كنت في الخلاء وفي بنت وقعت في الشارع هل يجوز ديها نرفعها؟ وانا شاب ملتزم وعارف انه اليد تزني وزناها اللمس وشكرا الا اذا كان ما في زول انت ما ترفعها رفي عمالك لو في حريم ولا في زول من محاريم ما يرفعه في مرة تانية بتقدر ترفع تقوي مع الحين ما عليش لكن اما انت كرجل الا اذا ما وجدت احدا قط والمرأة تعاني فدي بتبقى حالة بتاع الضرورة كعلاج الطبيب للمرأة السلما في حالة الضرورة الطبيب ما بعالج المرأة مجبر في عسائل داك ممكن اعملها عملية جراحية وإلى آخره تفاصيل دي كلك ممكن لكن دي حالة بتاع الضرورة اما ساي مزاج عمل فيها جودية يعني واحدة وقعت لا لا بسم الله تدقوا مع الحين انت عمل فيها شنو ما ترفعها ساي انت زيح قادي غادي خليت اجي مرة تانية ترفعها انت اتدخلك شنو ما في حاجة بتدخلك فيتعمل فيها انت شجاع فنجيري ما ترفع وابعد منا غادي في امتة وده بيعتبر من الحرام لكن اذا كانت الحالة بتاع الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها تفسير قولي تعالى وانه اضحك وابكى من صفات المولى عز وجل انه يضحك ويبكي اي بتقدير الله سبحانه وتعالى بما يصيب الانسان من الفرح فيضحكه وما يصيب الانسان من الاساء فيبكيه وانه اضحك وابكى هذه من صفات المولى سبحانه وتعالى قال هل الصحابة في الحجم والطول قدرنا كده ده السؤال لما قدرنا كانوا اعظم احجاما منا احجام كانت اعظم وبني ادم لا يزالون يتناقصون شوف بني ادم ده ما الشبينغوس ابن القيم في كتاب الداء والدواء ذكر ان هذا من اسباب الذنوب والمعاصي المعاصي التعارف بتغير في شكل الانسان حتى في حجمه وضخامة جسمه بتغير فكان العرب الاوائل يقولون يأتي على الناس زمان فيقود الرجل الشات من اذنها باستغربوا كيف الغنماء من اضانا يعني قصير كده لما يسوق من اضانا وماشي عادي ما في عاجة مش هده زمان نده ذاته قصير تبسوق بمزاجه ماشي تتقدل خطوة خطوة ماشي جنبك قصار خلق بني ادم يتناقص بسبب الزنوب وابن القيم ذكر في هذا اثار كثيرة جدا اثار الزنوب على العباد قال ان الحجر الاسود معروف الحجر الاسود الناس كتار شافوه قال نزل وكان حجرا في الجنة ده من احجار الجنة وكان ابيض ابيض اللون قال سودته خطايا اهل الشرك والحديث صاحب الالباني سودته خطايا اهل الشرك بجواحد تلقوا تجاني بحلف احمد التجاني وبيعتقد عقيدة خربانة والاولياء بيطلعوا من القبور وبيحلوا الموتى ويفعلوا ما يشاءوا ايجي هناك استلم الحجر بيقبلوا استلم الحجر وبزح يفوت التجاني بيجي برهاني يفوت ديالة التلاتة بيجي اخو مسلم وراهم في امتى قال سودته خطايا اهل الشرك اذا كان زنوب بني ادم بتسود الحجر الحجر الاسود باقي لك نقصان البشر ما بيحصل شاكد ابن القيم ذكر دي قال كان ادم عليه السلام ستون زراعا في السماء انت كده حسيبه ستون زراع دي قدر كيف ده ابونا ادم ستون زراع فوق كويس والان بني ادم قدر كيف ماشيين ناقصين وانا ما عارف لقد دام الوضع بيكون كيف كل ما علوم ماشيين ناقصين في زمن الصحابة عمر ابن الخطاب وخالد ابن الوليد كان اعظم الناس حجما لما يكونوا قاعدين قالوا اذا جلس الناس برز عمر وخالد تلقى عمر ظاهر هذا قاعد وخالد بي جاي وكان اذا ركب الفرس جرت رجلاه بالارض بركب على الفرس بكرعينه في الوطى كانوا ضخام في احجامهم الصحابة رضي الله عنهم والناس ماشيين ناقصين كل يوم ماشيين ناقصين لان البركة زالت عشان كده تعود البركة كما ذكر ابن القيم قال تعود البركة في اخر الزمان البركة بطرق يعتاني للناس كويس قال ففي ذلك الوقت لما ينزل المسيح عيسى بن مريم يملأ الارض عدلا بكتل المشركين بحاربهم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية قال وتحل البركة فتكفي الرمانة الرمانة بتعرفوها الوحدة دي صغيرة يعني اكبر من التفاحة شوية قال الرمانة الوحدة تكفي الفئان من الناس بيجو شل سبعة تمانية انفار عشرة بيقعدوا في رمانة وحدة بيفتحوها بيأكلوا منها لحد ما يشبعوه قال ويستظلون بقحفتها يشيل الجحف حقتك يخطوها فوق يسوارها كوبة يقعدوا فيها شفت البركة كيف يفيض المال قال وتكفي اللقحة بتاعت الابل الوحدة يحلبوه قلب الوحدة بتاعت الابل الفئان من الناس يجو كوارجة بتاعت ناس يحلبو ناقة واحدة يشربوا منها شت لحد ما يشبعوا يفوتوا في بركة كثيرة أصلاً احنا لو قزت بمقياس بسيط البركة اللي انت بتشعر بها في حياتك وانت في السودان بلد الشرك وبلد الجباب وبين البركة اللي بيجدوها الناس هناك في بلد التوحيد في المملكة واحد ما واحد انت عارف السيطاء في البلد هنا بلد زراعية مش من أولة لآخرة في نيل جاي من غادي شاقية من يوغندا بهناك قادي ليه مصر به غادي وفي بتاع عطبرة جاي بيجاي والدندر ما تحرف بهناك وعندنا البحر الأحمر به غادي مش بلد زراعية الفواكة سيتة قادر تشبع فيها اتحداك شبعتها تفاح بتين بتين شبعتك العينة بدا شبعتها فيه نحنا في بلد زراعي ولو زرعت الأشجار دي فيه بيتك جوة بتقوم لكن بركة ما فيه هناك في المملكة ربنا قال كما دعا إبراهيم عليه السلام قال بواد غير ذي زرعة زراعة ما فيه أم تشوف هناك حجار كله جبال في جمتة وحجار ونهر ما عندهم في جمتة بلد ما زراعية بعد دا الإنسان يمشي هناك انت تمشي من هنا من بلد الزراعة وتأكل كل أنواع الفواكه هناك تمشي تأكل وتستمتع بها هناك ربنا رزقهم من السمرات بفضل بركة دعوة التوحيد دعوة التوحيد بيجيب بركة لكن إحنا هنا مالينا لنا قبب ابن جديد أستهينا بانين وحدات جداد قبب إنتوا القبب دي بحلبا بحلبا لبن مستوبين شوني إحنا هنا قريبت كم تسعين قببة في بحراز كم تسعين قببة دي في غرية واحدة دا ما أقول ما بشي بيجيب لنا البلاوذ كله فالسؤال وشنوه الصحابة في الحجم قدرنا ولا ما قدرنا ما قدرنا يا أخي الصحابة الصحابة كانوا عظام ومش الصحابة المشركين ذاته كانوا كبر كان للصحابة والزمن دا كله كان الناس فيه غلاز وعظام في الحجم أبو جهل لمن كتلوه لمن رموه في الأرض وضربه معوذ ومعاذ أبناء العفراء لمن ضربوه وقع ما مات لسه راقد جابنه مسعود فأراد أن يقطع رأسه فجلس عند صدره قاعد فوق في صدره قال فما وصلت الرابي قال ما وصلت رجلاه الأرض قاعد فوق ليه كرعيب هنا وبين ما وصل الواطب أجلق لقدر كيف درس دمو إزيال بالا بتاعت القطن قاعد كده وكرعيب قال ما وصل الأرض فجز رأسه فجره جر بالأرض جايب رأسه جاريو ده رأس غليد زي رأس الجاموس جايب جاريو بالأرض لحد ما سلموا للنبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل كانوا عاتين جدا أصلا أبو جهل ده كان يداخل بشكله ده دبليم فيه بشيل واحد وتوقب ستة فيهمتا كلامي ده أحجام كبيرة جدا فالناس ما شامت ما أقصى يعني كلهم قال ما هي الأشياء والأذكار التي تعين المسلم على ترك المعاصي والشهوات أعظم ما يعين المسلم الدعاء أعظم ما يعين المسلم إن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يعصبه من الذنوب ومن المعاصي ويفتغر إلى المولى جل وعلا بعد ذلك مما يعين على ترك المعاصي المحافظة على الصلاة الصلاة شفت حافظت على صلاتك دي من أعظم الطاعات التي تعين على ترك المعاصي لأنه ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر العلم وقفوا فيه شرح الآية دي تنهى كيف لأنه قالوا الإنسان المحافظ على الصلاة إما إنت جاي من صلاة وأورثة خشوع وأدب وتعظيم للمولى عز وجل وإما إنت بتجهز راجع إلى الصلاة تانية تعرف الإنسان المحافظ على الصلاة بتلقى برنامجة كله يا جاي من الجامع يا ماشي على الجامع ده كل برنامجة كده تبتحيز بأنه ذاتها الصلاوات دي كثيرة إنت ماشي الجامع وجاي ده من بركة الصلاة إنت بتكون مهموم بها جيت منا وأثر الصلاة في قلبك من الخشوع والأدب مع الله عز وجل وإنت راجع إلى الصلاة بتتحضر لها وتتهيأ عشان كده ذاته الإنسان اللي بحافظ على الصلاة ما بيلقى زمن للمعاصي يعني عشان تجهز لك لمعصية دارة لها مرقة كان تشرب لك كاس أسا الكاس زي أنت تشربه ده دارة لها مرقة وتمشي تجيبهم فيت فيت من وين في إمتى وبرنامج ده بيحتاج إلى وقت فالإنسان اللي بيتحدى بيجهز ده الصلاة وبيتهيأ لها انت عارف في برنامج مليان ما عنده زمن ذاته لده في إمتى كلامي آه يقول بعض الناس في نهاية الحلقة ليس هناك آه يقول ليس هناك أحد يعبد أحد ويستدلون بالصلاة يقوله كل إنسان يقول الله أكبر ده ما جاهل سيب يكون صوفي داري غشرة يقول لك لا لا ما في ذلك المشرك وما في ذلك بعبد غير الله والناس كلها بتعبد الله وبيتصلي لالله بتصلي لالله أي عارفينك ما قونا لك بتصلي للشيخ بتصلي لالله وبتنده الشيخ بعد الصلاة ولا ما بتندههم واحد قال لي تخád المعاه دو الصلاة دو المايك بتعليم أهم فجأة المايك وقع منه واحدず قال يعتحيسونا دو الصلاة ده داس عنده صلاة دو الصلاة بين ده غير الله شوف أنت سليت لالله صمت لالله داعات غير الله خربت كلها شد خربانة. لا في دعاك. لا في صلاة. لا في صيام. كل بوز. لان اشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين. بيعبط العمل كله. شان كده اللي بيجي بغشة كالنعدة. بيقول لك ما في زال بيعبد غير الله. قلنا بس انا بزعلك سؤال واحد. انت بتنادي منه في الشدائد. وتحسون ولا الله. قل لك اه? كمان عندك الرايف الشيوخ بس معناها بتناديهم. بتنادي وتحسونها ايه. معناها بتعبد وتحسونها. ده الموضوع كله. ما يلعب عليه يقول لك ما في زال بيعبد غير الله بيعبده. الصوفية زال بيعبده منه. بيعبده في الشيوخ في امتى. بيعبده في الدجالين. بيعبده في بتاعنا القباب. وبيتمسحوا بالقباب. غيرها. دي كلها عبادات. لغير الله تبارك وتعالى. الزمن ما بيكفي. ننبه الناس ان شاء الله لمحاضرة بكرة. فيها رد على انسان مفتري. واكثر الكذب على الصحابة. والشتم. والإساءة لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعنده شبهات دارية لبس بيها. على العامة من الناس. شان يخدعهم. انا شايف بكرة ان شاء الله الناس تحرص على حضور المحاضرة شان ننسي في موضوع هذا. وننتهي منه ان شاء الله تعالى.